بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو من يحلق بالسماء أولا الطائرة الهندية الشبحية أم التركية وكيف ستؤثر باكستان على هذا السباق للإجابة عن هذه التساؤلات كونوا معنا حتى النهاية قلق بالغ يساور الهند على ما يبدو بسبب احتمال انضمام باكستان لبرنامج المقاتلة الشبحية التركية قاء مما قد يهدد بأن تسبق اسلام أبادني يدله في هذا المضمار ودفع ذلك وسائل إعلام هندية لمقارنة برنامج المقاتلة الشبحية التركية الذين بدأ في نفس التوقيت تقريبا فمن منهما سيحلق في السماء أولا ويلتحق بنادي الدول الكبار المصنعة للطائرات الشبحية وفي الوقت الحالي لا يوجد سوى ثلاث دول تمتلك طائرات شبحية هي الولايات المتحدة الأمريكية عبر الطائرة الشبحية الأقوى في العالم F22 والتي دخلت الخدمة في عام 2005 لتكون أول مقاتلة شبحية من الجيل الخامس في العالم ولكن انتاجها توقف بسبب تكلفتها العالية وهناك المقاتلة الشبحية الأمريكية F35 التي تعد المشروع العسكري الأكبر في التاريخ ولكنها تواجه مشكلات بالنسبة للتكلفة والصيانة وتساؤلات حول قدراتها في المناورة القريبة ولدى الصين المقاتلة الشبحية الكبيرة الحجم G20 التي دخلت الخدمة ويسود الغموض حول قدراتها ولكن بعد أن كان الغرب يسخر منها وينظر لها على أنها تقليد فاشل للمقاتلات الأمريكية بات يخشى من قدراتها خاصة في القتال البعيد في المسرح الأسيوي الواسع وهناك المقاتلة الصينية الشبحية المتوسطة G31 التي هي مشروع خاص لشركة صينية حكومية ولم تدخل الخدمة بعد ويعتقد أنها يمكن أن تخصص للانطلاق من حاملات الطائرات ولدى روسيا المقاتلة الشبحية سوخوي 57 التي دخلت الخدمة بشكل محدود ولكن يعتقد أنها تواجه مشاكل في التصنيع والتطوير وخاصة إدماج المحركات الملائمة للجيل الخامس من الطائرات لماذا تقلق الهند من انضمان باكستان لمشروع المقاتلة التركية الشبحية كاءان وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردغان اسم كاءان على المقاتلة التركية الشبحية بناء على اقتراح حليفه رئيس الحركة القومية دولة بهاتشالي وهو اسم تركي قديم يعود استخدامه لتاريخ القبائل التركية في آسيا الوسطى وآرب موقع أرسان تايمز الهندي المتخصص في الشؤون العسكرية عن قلقه من تفوق باكستان على الهند في مجال الطائرات الشبحية إذا التحقت ببرنامج المقاتلة الشبحية التركية الذي قد يكون أسرع من برنامج طائرة القتال الهندية المتقدمة المتوسطة وأعلنت تركيا مؤخرا أنها بدأت مفاوضات مع باكستان لجعلها شريكا رسميا في تطوير الطائرات المقاتلة حسب ما ورد في الموقع الهندي الذي يقول أنه في المقابل أضاعت مؤسسة الدفاع الهندية وكبار الضباط في سلاح الجو الهندي على مر السنين عقدين من التقدم التكنولوجي في مشروع الطائرة الهندية عبر سلسلة من الأخطاء الفادحة حسب تعبير الموقع الهندي أدى التأخير في الاستحواذ على مقاتلات جديدة والتطور البطيء للطائرات الهندية المصنعة محليا إلى تضاء الوحدات القوات الجوية الهندية لدى سلاح الجو الهندي الآن عدد من وحدات صواريخ أرض جو أكثر من الطائرات المقاتلة وفقا لما أورده الموقع الهندي مشروع المقاتلة الهندية الشبحية بدأ قبل 15 عاما ولكنه تأخر بسبب موسكو بدأ بحث الهند عن الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة منذ ما يقرب من 15 عاما عندما تعاونت مع روسيا لتطوير الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة ولكن في عام 2018 بعد 11 عاما من إطلاق هذا المشروع الذي يعد أحد أكثر برامج الدفاع الهندية الروسية المشتركة طموحا وإثارة للجدل انسحبت القوات الجوية الهندية وذلك بعد أن اختلف الجانبان على خطط تقاسم التكاليف نقل التكنولوجيا والقدرات التكنولوجية للطائرة من بين أي أمور أخرى ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول طائرة من طراز أمجا في عام 2026 بشرط أن تمنح لجنة مجلس الوزراء للأمن موافقتها وتمويلها لمنظمة البحث والتطوير الدفاعية لهذه الطائرة الشبحية ذات المحركين يقول الموقع الهندي إنه استنادا إلى سجلاتهم الحافلة وميلهم للإفراط في التفاؤل لا يمكن أن يكون هناك شك في أن قيادة داردو والشركة الهندية المنتجة للطائرة ستضطر إلى تأجيل الجداول الزمنية والسعي للحصول على تنازلات في الأداء بسبب النقص التكنولوجي وكتب قائد السرب في مقال في عام 2009 تم التخطيط لطائرة أمجا في البداية كطائرة مقاتلة في جميع الأحوال الجوية وذات أدوار متنوعة قادرة على القتال الجوي والضربات الأرضية وقمع الدفاع الجوي للعدو والحرب الإلكترونية بعد أربع سنوات في عام 2013 تم وضع أول نموذج ممكن للطائرة والذي تم قبوله من قبل القوات الجوية الهندية ولكن بعد ذلك بدأ المشروع المشترك مع روسيا لتطوير الطائرة الأخرى بدعم من نجاح مشروع الصاروخ مشترك روسي هندي مضاد للسفن لذا قررت القوات الجوية الهندية المضي في هذا المشروع المشترك مع موسكو لإنتاج مقاتلة شبحية ولكنها انسحبت منه عام 2018 وقد أدى ذلك إلى تأخير مشروع أمجا ولكن الآن قررت القوات الجوية الهندية المضي قدما مع المشروع مقاتلة الجيل الخامس الأصلي شكوك على قدرة نيو ديلهي على الالتزام بالجدول الزمني الذي وضعته ووفقا للمشروع الذي قبلته القوات الجوية الهندية ستعمل المحركات الأمريكية على تشغيل أول نموذج أولي من الطائرة الهندية وهو المحرك المستخدم في طائرة البحرية الأمريكية F-18 سوبر حيث ستشتري من يو ديلهي محركات لأربعين طائرة من الفئة الأولى لطائرتها أما الفئة الثانية التي تسمى MK2 فيفترض أن تعمل بالمحرك الهندي الذي يخترح أن يكون أكثر قوة ويتم تطويره بالتعاون مع شريك أجنبي حتى القوات الجوية الهندية تتشكك في الموعد إذن لماذا تريد تركيا ضم باكستان إلى مشروع المقاتلة قاءن في حين أنه من غير الواضح متى ستتمكن باكستان من الانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة التركية أشارت تركيا إلى أنها تخطط لبدء مفاوضات مع باكستان في أقرب وقت ممكن وقال نائب وزير الدفاع التركي جلال سامي خلال زيارته لباكستان في أغسطس آب 2023 قريبا جدا في غضون هذا الشهر سنناقش مع نظرائنا الباكستانيين إدراج باكستان رسميا في برنامج الطائرة الوطنية المقاتلة قاءن جاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من انضمام أذريبيجان إلى مشروع المقاتلة التركية الشبحية شركة الطيران التركية التي تقود تطوير مشروع قاءن لديها علاقة وثيقة مع مجمع الطيران الباكستاني وتنتج باكستان حاليا بالتعاون مع الصين مقاتلة تدعى جي اف 17 وهي مقاتلة جي الرابع يقال إن تصميمها مستمد من المقاتلة السوفيتي العتيقة ميج 21 ولم يتم شراؤها من قبل القوات الجوية الصينية وينظر لها كطائرة بسيطة ورخيصة تصل للجوش الفقيرة ولكن تفيد تقارير بأن البلوك 3 منها يستعد لدخول الخدمة متطور نسبيا عبر تزويده برادار صيني من طراز إيسا وقدراته على حمل صواريخ صينية متطورة لدى باكستان بعض الخبرات في إنتاج وتطوير المقاتلات وطائرات التدريب اكتسبته من التعاون مع الصين يعكس اهتمام تركيا بجعل باكستان شريكا رسميا في المشروع طموح عنقرة لتعزيز الموارد والخبرات لإنضاج البرنامج رغم أن تركيا لديها خبرات كبيرة جراء مشاركتها في مشروع إنتاج الطائرة الأمريكية F-35 التي ما زالت تصنع أجزاء مهمة منها رغم إخراجها من المشروع ولكنها قد تستفيد من الخبرات الباكستانية كما أن انضمان باكستان يعني ضمن سوق للطائرة قآن ومشاركة في التمويل خاصة أن بناء طائرة شبحية عملية مكلف جدا وقد سعت كوريا الجنوبية لأن تشارك اندونيسيا معها في مشروع طائرتها الشبحية كي F-21 مشروع قآن بدأ بعض الطائرة الهندية بنحو عام ولكنه يتقدم عليها كثيرا وقد تحلق في أول رحلة جوية لها هذا العام وقال تامي الكوتيل الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الطيران التركية في يناير كانون الثاني 2023 إن الطائرة قد تقوم بأول رحلة لها هذا العام ثم قال على شاشة التلفزيون أواخر الشهر الماضي إن الشركة اختارت 27 ديسمبر كانون الأول لإطلاق الطائرة لأول مرة في الأجواء التركية قبل خمس سنوات من الموعد المحدد تصميم المقاتلة التركية الشبحية أقرب إلى المقاتلة الأسطورية F-22 منه إلى F-35 تظل التفاصيل المحددة حول أداء وقدرات الطائرة التركية قآن بما في ذلك مدى شبحيتها محدودة كان الهدف المعلن للمشروع هو تطوير مقاتلة متطورة ببصمة رادار منخفضة بالإضافة إلكترونيات طيران عالية الأداء وأحدث الأنظمة وأنظمة أخرى المحرك يعتبر لعنة حلم الطائرة الهندية فماذا عن مشكلة المحرك لتركيا؟ الصعوبات التي تواجهها تركيا في محاولة تطوير محرك لطائراتها لا تقل عن الهند ويقول الخبراء إن الأتراك اكتسبوا خبرة كبيرة في إنتاج معظم أجزاء المقاتلات عبر مشاركتهم في تصنيع الطائرة الشبحية الأمريكية F-35 وتجميع المقاتلات F-16 محليا ولكن مشكلة تركيا الأساسية هي المحركات وفي السابق أشار المسؤولون الأتراك إلى أنهم قد يبحثون عن مصدر بديل غير أمريكي لمقاتلات إضافية للمساعدة في تعزيز قواتهم على المدى القريب ولكن العلاقات مع أمريكا شهدت مزيدا من التحسن بعد موافقة الرئيس التركي على انضمام السويد لحلف الناتو وهي الخطوة التي قوبلت بإشادة كبيرة من نظيره الأمريكي جو بايدن ولكن هذا ليس خيارا تركيا وحيدا اظهرت شراكة لمحرك محتمل بين تركيا وبريطانيا كما بين تركيا وأوكرانيا شراكة في مجال محركات الطائرات حيث تشتري أنقارة محركات لطائراتها المسيرة من كييف واشترت شركات تركية دفاعية ربع أسهم الشركة المصنعة للمحركات الأوكرانية ويشركة تنتج محركات نفاثة بنظام حارق لاحق لطائرات التدريب ولكنها تطور محركا يصلح للمقاتلات في الختام متابعين الأعزاء أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت كما أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة